السنوية العامة وتقريباً ما فيش سنة لما بيجي موسم السنوية العامة إلا كلنا ما بنكون مهتمين به لأنه كلنا تقريباً فيش بيت في مصر ما عندوش حد بيمتحن فيه السنوية العامة طول الوقت طبعاً بنشوف إزاي اختلاف الآراء عن مدى الرضا عن الامتحانات الامتحانات سهلة الامتحانات صعبة وده أمر طبيعي طبعاً لأن كل الطلاب مش على نفس المستوى من المهارات أو القدرات فبالتالي مستحيل أنه يكون في حالة رضا تام أو ديء تام فالأمور بتمشي في نسق متباين مش يعني مش على نفس النسق وبالمناسبة دي ده ما بيبقاش له علاقة بصعوبة أو سهولة الامتحان قد ما له علاقة يعني زي ما كنا منتكلم عن قدرات الطالب ومهاراته في الدراسة وفهم المحتوى بالمنهج بالتالي تطبيق ده في لجنة الامتحان مبارح يمكن شوفنا بداية امتحانات السنوية العامة وكانت امتحان لغة العربية وكان بالنظام الجديد بنظام البابلشيت ونهار ده كمان في حوالي 256 ألف طالب وطالبة بالشعوبة الأدبية مبارح كانوا بالشعوبة العلمية بدأوا امتحان اللغة العربية ده تاني يوم من امتحانات السنوية العامة وزارة التربية والتعليم اكدت ان كل اسئلة الامتحانات الموضوع للشعوبتين العلمية والأدبية هي موضوع بمستوى واحد وبمقاييسة علمية وتربوية بمعرفة خبراء في الامتحانات وانه تم الاعتماد في اداد امتحانات السنوية العامة على يعني الاعتماد على بنوك اسئلة معيارية دقيقة ومستويات مختلفة يعني كان ده التوضيح من الوزارة في هذا الموضوع طيب بعيدا بقى عن هذا الموضوع اللي لفت نظرنا احنا واحنا بنتابع هو ما حدث على مواقع التواصل الاجتماعي من امبارح من بعد الامتحان يمكن طول الوقت احنا متعودين انه الترند او يعني اللي الناس كلها بتكلم عنه على مواقع التواصل الاجتماعي بيكون لها امور لها طبيعة مختلفة عن ان هم يكونوا مهتمين بامتحان اللغة العربية الناس كانت بتطرح الاسئلة اللي موجودة في الامتحان وكمان بيزودوا بقى اسئلة تانية من عندهم وشوفنا مواقع اخبارية بتتكلم مثلا تحط جملة او تحط كلمة وقلنا اعراب الكلمة دي قلنا جمع هذه الكلمة ممكن يكون في حاجات كان فيها مبالغة وبالتالي كان فيه برضو توضيح من الوزارة انه لا السؤال ده ما كانش موجود في الامتحان لكن مش هذا موضوعنا موضوعنا انه فيه ترند على السوشيل ميديا مهتم بمفردات اللغة العربية مهتم ان هو يعرف النحو مهتم ان هو يعرف الاعراب والناس تروح تدور وتكتب فيه التعليقات علشان يعني نعرف ايه هو الصح فيه الاعراب او صح فيه هذا الجمع او او يمكن ده واحد من الايجابيات لامتحانات الثانوية العامة السنة دي على رغم من ان الامتحان امبارح ما كانش فيه امور كتيرة كانت بتناقشها السوشيل ميديا لكن ده كان اهم موضوع كنا بنشوفه امبارح يعني تخطينا مرحلة ده سهل ده صعب المرحلة ان احنا بنستخدم الاسئلة اللي كانت موجودة او النسق اللي كان ماشي عليه اسئلة الامتحان كنوع من انواع الفوزير الناس كلها كانت دخلة في الفوزير دي سواء بقى اللي عنده طلبة او ما عندهش طلبة الناس كبيرة الناس مش كبيرة طبعا كل التوفيق لطلابنا فيه الامتحانات اللي جاية ولكن احنا شايفين انه ده جانب ايجابي كان لازم ان احنا نقف عنده فكرة الاهتمام باللغة العربية بهذا الشكل اللي احنا شفناه امبارح امبارح شفناه النهاردة وبالتالي دي كانت البداية خلال وابا نتابع نشوف ايه اللي هيحصل كانان فيه الامتحانات اللي جاية